بسام كرم خبير تصويق وتطوير أعمال. الموضوع هو عن إمكانية تصنيع واستثمار بلبنان ومشروع للموهوبين بمجال التصميم المجوهرات اللي اقترحوا بسام وابتدى فيه. أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم أصلاً اللي بتتابع صفحتك على إيكس بطل تويتر سابقاً. مش بس بتحكي اقتصاد وأعمال بتحكي كمان سياسة واجتماع. يعني مساحة تعبير دايماً هو المنصة بتشجع لأنه فيها تفاعل كتير. فهي هيك ملجأنا في حشة خلق. وبنفس الوقت فيها تفاعل. بس في مع عندك تجاوب أيضاً. يعني حضرتك بتقبأ الشيء بس بيتجاوب. يعني قصة المجوهرات لفتتني. أنا من هون ممكن تعرفت على حضرتك. من موضوع المجوهرات أنه جمعت عدد من المصممين. يريد تخبرنا عن هالشيء. تنرجع شوي للي ما كتير كمان بيعرفوا المنصة أو فاميلير معها. بلش الموضوع بأيام الأزمة الاقتصادية اللي صارت مؤخراً. صرنا بدنا نحكي أكتر عن عن القطاعات الانتاجية اللي لازم نهتم فيها. وعن الطاقات اللي نحنا فعلنا عالياً عنا إياها. يعني بلبنان عنا نقدان إذا بدك اللي كتير متفائل بعيد عن الواقع. واللي كتير متشائم كمان بعيد عن الواقع. يعني بدنا نطلع نلاقي فرص بنفتش على الطاقات الموجودة عنا. من ضمن المشروع اللي عمين حكي عنه صار بصطفة لأنه عم تابع كتير صناعات محلية. للأسف كتير عالم ما بتعرف حقيقة قديش عنا صناعات متقدمة. وقدي فيه صناعات يمكن كانت متقدمة قبل لمراحل كتير بعيدة. وبسبب كتير ظروف تراجعت وما عادت بالمستوى اللي كانت فيه. وبنفس الوقت فيه صناعات كمان ما كان عنا حضور فيها. اليوم عم تتطور ناس عم تستثمر فيها. والليوم عم بيستثمر ما عم بيستثمر لدواعي عاطفية أو إنه بيحب الوطن. لو ما ملاقي فيه فرصة حقيقية في لبنان وفيه طاقات كم بيستثمر بأي مكان آخر. بموضوع المجوهرات نعرف إنه هالحرفة حرفة كتير قديمة وقبن عن جد وفيه مجتمعات متخصصة فيها. وهل فيه أسامة كبيرة بتعرفها العالم وكبرت وانشهرت وراحت على العالمية. بس لي ما بتعرفه العالم إنه فيه كتير مشاغل أصغر بتغزي السوق وبتصدر لبرة. ورغم كل الظروف والتهريب والغشة اللي بيجي من برة وعدم الحماية وعدم الدعم وواواوا كل هاي ظروف بنعرفها. بتطلعي بتلاقي إنه هالصناعة بقيت على القليلة قادرة توقف عجرية. يعني لو بغير ظروف أو بغير محل كانت نهارت من زمان. بنفس الوقت فيه طاقات فنية كبيرة وعنها برامج ومراكز تدريب. في كتير ناس عم بتروح تتعلم مثلا تعمل ووركشوبس أو فيه حتى برامج بالجامعات. عم تتعلم تصميم المجوهرات. طيب اليوم هالناس ممكن أهلهم عندهم هيدا المصلحة وهنهم متعلموها تيكفوها. ما عندهم يمكن صعوبة يفوتوا عسوء العمل. في غيرهم عندهم طاقة فنية بيخلصوا دراستهم بيطلوا على السوق. طيب اليوم بدون ينفذوا أطعى ولنوا بدوا يبلشوا فيها. ما صنع اليوم ما بيفتح لهم بوابه حتى يفوتوا يشتغلوا بمكاناته أو يطلعوا أطعى. مش خط إنتاج. ولفرضا هالمعمل فتح لهم المجال أحيانا كتير ما عندهم طاقة الاستثمارية. يمكن من كم سنة كان بيقدر ياخد لون من البنك اليوم منوكب لبنان ما فيه. في كتير ناس عم يتعلموا ومن لقاءاتي مع الجامعات اذا بتحب نحكي فيها أكتر. أكدولي أن هاي المشكلة اللي عم بوجهوها مع الكل. أنه اوكي اليوم عم نتعلم هواية. طب شح تعمل؟ بس عم نطلع وتخلص هون. أوكي شح تعمل حاضرتك بهالمجموعة اللي تجمعت. اللي بدنا نعمله هو متل ما بيقولوا وين وين سيطوائشن للاثنين. أولا الصناعة بحاجة لأنه تتحرك تطلع من السوق التقليدي وتروح على إبداع وإنوفيشن أكتر وابتكار جديد. من ثاني ما يلي فيه اللي عم يتعلموا بهيد البرامج بحاجة لحد يدعمهم. حدا يفتحهم بابو حدا يقدمهم معدات حدا يعلمهم الحرفة كمان. يعني اليوم اللي عم يعمل ووركشوب ثلاثة شهور عم ياخد انترو عم ياخد مقدمة له الشي. بحاجة أنه يطور مهاراته فيها. ومرحلة الثالثة بحاجة أنه حدا يتبنى مشروعه يصنعه. يعني اليوم تصنيع المجوهرات مكلفة فيه دهب فيه أحجار فيه فيه فيه. بحاجة أنه يصنع والمرحلة الأخيرة بحاجة أنه يسوي. جينا قلنا اليوم المعمل عنده هيدا الطاقة بيقدر يقدم مساحة لهالناس. إذا عندهم تصميم مبتكر حلو بيمشي بالسوق يعني بد يكون تصميم حلو بنفس الوقت ذكي أو على متطلبات السوق المحلي والخارجي. بيقدر كل شخص متعلم تصميم المجوهرات يعمل تصميم أو اثنين أو ثلاثة أو أكتر. ويتنقى منهم ويتنفزوا. المرحلة الثانية اللي هي الأهم أنه المعمل تبنى مبادرة اسمها Gold Innovation Hub أي منصة الابتكار بالدهب. هاي الـ Gold Innovation Hub رح تكون موقع إلكتروني موقع تجارة إلكترونية حتى يكون في صفحة لكل مصمم على هيدا الموقع وبالتالي يقدروا هن يسوقوا لصفحتهم ويقدر المعمل كمان يساهم بالتسويق. يعني منوصل على محل اللي عندنا منصة فيها عشرين أو ثلاثين أو خمسين مصمم. المشروع بده يكبر مع الوقت لحتى كل هالطاقة تتجمع بفرد محل. ممكن بالسوق اللي بناني يلاقوا إشياء منا موجودة بالماركت ديزاينات جديدة. ممكن للي بالاختراب يلاقوا التصميمات ممكن يطلبوها تتصدر لبرا. وممكن نفتح لهم مجال بيزنس كمان إذا اليوم حدا بيّن عنده طاقة فنية معينة. يمكن يصير في تواصل مع مصانع أو تجار برا. تطلب هالطاقات إنو تصنع لهم كورجانا فتحنا باب جديد لهالصناعة. بلشتوا؟ بلشنا بالشراكات مع المعاهد والجامعات. التجاوب ممتاز. كم شابين معكم لهالطاق؟ لحد هالطاق ثلاث جامعات لبنانية وعريقة جدا معنا. ممكن ما رح سميها رح نالون عنها بس أول ما يصير في الاتفاق المكتوب. بس صرنا عاملين كذا اجتماع تحضيري. وفعلا يعني فيه اهتمام ومتابعة كتير كبيرة. البرنامج رح يكون جزء أساسي من تطوير المهنة. يعني ضمن الوردشوف وضمن الكورس أو ضمن البرنامج حسب كل جامعة شيء. رح يكون هيدا البرنامج جزء منه. يعني اليوم اللي عم يدفع مثلا مبلغ معين. تايدروس كورس على ثلاثة شهور بيّي تصميم المجوهرات أو أكتر حسب كل برنامج شيء. صار عنده الدراسة والفرصة المهنية. انه اليوم هالقابل اللي كان يطلع ديزاين ينعمل بالشمع وينبسط فيه يخده يروح على البيت. اليوم ما بقى البس يخده يروح على البيت. رح يصير عنده فرصة يتنفذ. وينعطاه تدريب بأصول التسويق حتى يقدر هو كمان يسويق اسمه ويمكن يصير عنده موقعه الخاص. وحتى كمان يطلع هالمنتج على المنصة وكل ما يكون فيه موجة جديدة من الخرجين. يكون فيه بضاعة جديدة عم تنزل على هيدا السوق. وهي البضاعة مانا موجودة بغير محل. يعني اليوم البلاس يمكن القدرة التنفسية لهالمنصة انه تشتري القطعة مصممة كأنه خصيصا لإلك. يعني عندك شغلة كتير. ايه بس بتستحق يعني لما اليوم تكون اكتر مع الجامعات وتشوف الطاقات الموجودة واللي عم بيعلموا شو عم بواجهوا الصعوبات. وبنفس الوقت اللي عم بيتابع القطاع الصناعي بلبنان وعم بيشوف كمانا كيف ماتركين لوحدهم. يعني على القليل اللي عم يقدر يهدي. كمانا قديهن بحاجة انه يتعاونوا مع طاقات جديدة. بس اللي عم نعملو ازا بدك نجمع هالطاقة الإبداعية عند اللي عم بيتعلموا مع الطاقة الانتجية اللي موجودة بالمصانع. ضروري يتعرفوا عبعدون يعرفوا شو بيقدروا يعملوا مع بعضون وبتالي بيقدروا يخلقوا اشياء كتير.